قبل بس ندخل في الأخبار خلينا نشوف قصة صلاح وإحنا بقلنا أو يعني كل جمهور الكرة في مصر وكل جمهور محمد صلاح بقلوا إسبوعين عايش سيناريو صلاح ماشي من ليفر بول رايح الاتحاد صلاح قاعد في ليفر بول صلاح خلص في الاتحاد لا صلاح مكمل في ليفر بول وإحنا يمكن من أول يوم يعني أنا فاكر كويس جدا أول ما الخبر ده أو فكرة المفاوضات اتسربت أنا اتكلمت هنا وقلت أنه أنا أتمنى شخصيا أنه صلاح طبعا قرار صلاح في الأول والأخير محدش ده أكل فيه يعمل إيه ده مستقبله وهو أضرب مصلحته وهو اللي عارف إيه الأهداف اللي بيسعى لتحقيقها لكن أنا رهنت على قصة النجاح يعني طبعا يهمني جدا أنه يبقى فيه لعب مصري بيلعب في الدولة الإنجليزية دي حاجة عظيمة جدا ويلعب في نادي كبير زي ليفر بول ويفوز بألقاب وممكن يبقى عنده فرصة كبيرة جدا ينفس على البالون دور فيه حاجات كتيرة جدا جدا كمشاجع كرة تتمنى تشوفها في صلاح مع ليفر بول بالتأكيد مش هتكون موجودة في الدولة السعودي وبالتأكيد مش هتكون موجودة مع التحاد جدا لكن في الأول والآخر ما تقدرش يطلوم صلاح لو كان خد قرار أنه يروح التحاد جدا لأنه حقيقة المغريات كبيرة جدا ويمكن لو فيه عشر لعيبة مكان محمد صلاح مش هقولك بقى تسعة كانوا يختاروا يروحوا التحاد جدا العشرة كانوا يروحوا التحاد جدا يعني لشان نتكلم بمنتهى الصراحة لأنه العرض وأنا عندي يقين وإحساس كمان أنه حتى إدارة ليفر بول نفسها كانت يعني ممكن تكون مرحبة جدا بالعرض بس عايزة صلاح هو اللي يقول أنا أموافع على عرض وعايزة أروح التحاد جدا عشان ما تتحملش المسئولية قدام جماهيره لأنه عرض بالتأكيد مش هتكرر لكن مع كل ده كان نفسي أو كان رهاني أنه صلاح يتمسك بالسمرار مشواره في ليفر بول مش عشان يبقى عندنا العيف في إنجلترا ولا عندنا العيف في ليفر بول ولا عشان ياخد البالوندور لكن عشان يدي ده الهدف الأساسي اللي كنت بتمنى يعني أو بحلم به إنه يقول للولاد الصغيرين لسه طالعين وشايفين صلاح بالنسبة لهم هو نجم الجيل هو بالتأكيد نجم الجيل بدون منازع ما فيش شك كل اللي طلع يتفرج كورة أو يحب كورة دلوقتي شايف صلاح النجم التاريخي بالنسبة له مالوش علاقة باللي قابله وملوش علاقة باللي جاي بعده فكان نفسي جدا صلاح يقول إنه إنك تتمسك بحلمك ويبقى إنك عندك رغبة في إنك تحقق ذاتك وإنه هدفك اللي تحطه قدام عنيك مش ممكن أي مغريات مهما كان حجمها تخليك تسيبه كان يهمني جدا رسالة دي توصل الإسبوع اللي فات أنا كلمت بما حضراتكم كان فيه أخبار بقى شبه يقين يعني إنه صلاح خلص في الاتحاد بل إنه فيه أخبار طلعت وسائل عالم كلمت إنه صلاح موجود في دبي صلاح موجود في دبي عشان يعمل الكسف الطبي قبل ما ينتقل لاتحاد جدا فكان ردنا عليها وفي لحظتها إحنا ما بنهبتش والحقيقة هيمكن فريق العمل في السادسة ما كدبش خبر وعالها والحقيقة جاب لنا الخبر اليقين تعالوا نفتكر كده جزء من الحلقة دي قلنا فيها إيه ونرجع لحضراتكم بناء على تأكدات زميل العزيز أحمد شهاب اللي تواصل مع المدير الرياضي لنادي ليفر بول واللي أكد له خلال التواصل أو المكالمة دي إنه صلاح باقي في ليفر بول ولن ينتقل لأي نادي في العالم ده كان على هوا في حلقة السادسة الأسبوع اللي فات النهاردة تأكد بشكل واضح وصريح طبعا بقاء صلاح في ليفر بول نتمنى له النجاح والتوفيق ومش على فكرة أنا يعني بتابع ببص كده على دوري السعودي ماتشاطي شفت مثلا ماتش الاتحاد والهلال مثلا مباراة الريمونتاد انتهى شرطها الأول ثلاثة واحد للاتحاد وانتهى انتهت المباراة أربعة ثلاثة لا الهلال مبروك يا بلال كلمني بعد المباراة على طول بس عايز أقول لكم لا شتان في أسماء تيلة في الملعب لكن الكرة مش هي الكرة المستوى والمردود مش هو المستوى المردود ملكم بنزيمة يعني أسماء كتيرة ما تحسش أن هذه الأسماء الموجودة بعدها على طول شفت مثلا مباراة ماتش الأرسنل والمان يونيت القصة تانية جماعة خالص لما تشوف الأسماء هنا حتى فقندية بحجم الأرسنل واليونيتد انت بتتكلم على اتنين من عطاولة انجلترا تاريخ كبير وبطولات كبيرة جدي لكن لما تقارل الأسماء اللي موجودة عندهم بالأسماء اللي موجودة مثلا في الهلال والتحاد ممكن كافة الهلال والتحاد تبقى تقل لكن الكرة دي غير المستوى ده غير الانضباط والتاكتكس كله على بعضه مختلف تماما فقصة صدقوني مش قصة أسماء اشتركوا في القناة